وفي باقي المدن السورية حيث تدور اشتباكات بين الفصائل المقاتلة وميليشيا الأسد في الريف الغربي لمدينة درعة في حين قصفت ميليشيا الأسد مناطق في بلدة داعل بالقطاع الأوسط من ريف درعة هذا واستهدفت الجيش الحرة مركزا لميليشيا الأسد في درعة البلد بصاروخ موجه وفي محافظة الرقة حيث تتواصل اشتباكات بين قوات سورية الدموقراطية من جهة وميليشيا الأسد من جهة أخرى وذلك في الأطراف الجنوبية لمدينة الطبق هذا واقصفت ميليشيا الأسد مناطق في بادية تدمر بالريف الشرقي لحمص في حين استهدفت ميليشيا الأسد بالرشاشات الثقيلة أماكن في منطقة الحول الواقعة في الريف الشمالي لحمص وقد نفذت الطائرات الحربية لميليشيا الأسد غارات استهدفت مناطق في الريف الشمالي لحمى عقبها قصف لميليشيا الأسد على مناطق في البلد